قبل ما نتكلم على أشرف داري مدافع المنتخب المغربي والمنطق الحديثا إلى النادي الأهلي وديه ثالث صفقات النادي الأهلي بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله أشرف داري ومحمد علي بن رمضان ينتهي في الساعات القادمة بعد الاتفاق بين النادي الأهلي والنادي المجري على 2.7 والموافقة على التقصيد هنتكلم في الحلقة دي على النهاردة على قصة رحيل محمد عبد المنعم ونهايته والتعاقد مع أشرف داري لاعب أستاذ بريست الفرنسي المنتقل حديثا إلى النادي الأهلي لكن ما تنساش أهم حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب واللهما صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وفضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك للفيديو ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو إحنا بناس إلوه طبعا بعد الاتفاق رسميا على رحيل محمد عبد المنعم ورحيله رسميا لفريق نيس الفرنسي طلع كلام كتير أن النادي الأهلي بيتفاوض مع المدافع الدولي المغربي أشرف داري واللي انتهت صفقته بالفعل لاعب نادي أستاذ بريست الفرنسي ومنتخب المغرب وصبق لأشرف داري لعب مع نادي الوداد المغربي ونادي رسي سي البلجيكي قبل أي كلام وقبل لما أبدأ أتكلم عن داري لازم تكون فاهم أن أشرف داري مش هو اللي هيعوضك عن محمد عبد المنعم قولا واحدا على مستوى الدفاع وعلى مستوى الخروج بالكورة لازم نكون متفقين قبل أي حاجة أن محمد عبد المنعم لاعب مختلف جدا عن كل مدافعين القرى وأن ما فيش بروفايل مدافع إفريقي يشبه محمد عبد المنعم ولا حتى زين الدين بالعيد نفسه تمام كده؟ تمام إذن قولا واحدا ما فيش لاعب هيقدر يعوض محمد عبد المنعم في الاستلام والتسلم والخروج بالكورة زي محمد عبد المنعم لأن محمد عبد المنعم يا جماعة بدون أي مجملات أفضل لاعب في القرى الإفريقية أو أفضل مدافع في القرى الإفريقية على مستوى الخروج بالكورة أولا هسيب لك تعريف بسيط عن اللاعب أشرف داري علشان تكون مستعد معايا للكلام الفني الاسم أشرف داري الميلاد ست مايو 1999 يعني عنده 25 سنة بالظبط طوله متر 88 سنتي المركز قلب الدفاع القيمة التسويقية لللاعب 2 مليون يورو خلاص كده حضرتك كده عرفت كل حاجة تخص اللاعب تعال معايا يلا بقى عشان نتكلم فني زائد المميزات مبدئيا كده أشرف داري مدافع قوي جدا وصلب جدا من الصعب التفوق عليه داخل المنطقة بدنيا هو حوت بسم الله ما شاء الله ما بيتعبش وقادر يقف على رجله طول التسعين دقيقة ودي حاجة بتفكرني بياسر إبراهيم اللي هو بالمناسبة بروفايل مقارب لي جدا يعني أشرف داري مقارب لبروفايل ياسر إبراهيم جدا تاني حاجة أشرف داري مميز جدا في القرات العالية وهيحل لنا مشكلة العرضيات اللي بنستقبل منها أهداف كتير مؤخرا وده طبعا بفضل طوله وقوته في الالتحامات زائد انه كمان لاعب مميز جدا في الالتحامات سواء الالتحامات الهوائية أو الالتحامات الأرضية بيقدر يتفوق فيها كلها تقريبا وعنده تكنيج هايل وتدخلاته مظبوطة جدا دون ان هو يضر نفسه ويدر الفرق تالت حاجة هو مدافع رخم بمعنى الكلمة رخم لا لا رخم أوب جد قادر يزهق أجدعها مهاجم في القرى الإفريقية ويتفوق عليه ويخرجه بره تركيزه ده مغرب يا ابا وانت عارف المغربة كويس جدا مدافع استباقي بيروح للمهاجم وبيقطع الكرة دايما مدافع ما بيستناش على المهاجم لما يستلم ويفكر ويلف ويضير وياخد قرار حتى انه ياخد قرار الاستلام لانه بيكون قطع عليه مية ونور تخفيف أحمال رابع حاجة أشرف داري مدافع من الصعب انك تشوفه بيتراوخ او انه في مهاجم بيقدر يعلم عليه ويرقصه طرئيسة كده ولا كده لا هو مدافع سابت جدا مدافع متمكن في مكانه ما لمركزه من الاخر يعني وده بسبب انه عينه على الكرة كويسة وعنده رجل طويلة بيقدر يلم نفسه بسرعة ويقفل الزاوية على المهاجم زائد انه مدافع سريع عنده سرعة جيدة جدا وبيقدر يعمل تفوق على المنافس لو رايح بمرتدة مثلا او في صباق سرعة مع لاعب دي بالنسبة لي ولا حاجة لانه أشرف داري لاعب سريع جدا يكاد سرعته زي محمد عبد المنان خامس حاجة أشرف داري مش من المدافعين اللي بتسرح لا هو مركز وفاية طول الوقت ده غير انه قائد في خط الدفاع وبيقدر يعمل تغطية عكسية بشكل مميز جدا وبيعرف يعوض النقص العدد لو مطرود منك لاعب مثلا او حتى الباك عندك طاير بيعرف هو يتعامل في المواقف دي كويس جدا ودي نقطة لعين نادي الأهلي مفتقتها جدا وحيقدر يلاقيها في أشرف داري سادس حاجة وآخر حاجة معنا أشرف داري عنده ميزة شبه محمد عبد المنان فيها وهي الزيادة الهجومية اللي بيقوم بيها أشرف داري لاعب مميز جدا في ضربات الرأس وقناص حرفيا داخل منطقة الجزاء عنده ضربات رأسي قوية جدا وبيقدر يوجه بشكل رهيب وصعب على أي حارس أنه يتصدى لها ده غير أنه بيقدر يسجل بالقدم برضو وبيعمل أسستات هي مش كتير يعني بس بيقدر يعمل أسستات ودي نقطة احنا مفتقدينها في المدافع خلصنا كلام في الفنيات والمميزات تعال معايا الآخر حاجة وهي عيوب اللعب أبرز عيب عند أشرف داري أنه مش أحسن حاجة على مستوى الخروج بالكورة وله غلطات كتير بسبب الحتة دي وحتى بريست كأنه يعني خرجوا على سبيل الأعارة النادي تاني في بلجيكا لأنه مش المدافع الشامل زي محمد عبد المنعم وأنا بقول لكم محمد عبد المنعم في خلال موسم حيكون فأفضل وأكبر أندية العالم عندك منعم 85% فاع 85% خروج بالكورة عندك أشرف داري 85% فاع 60% خروج بالكورة ودي بصراحة هتكون حاجة صعبة قوي خصوصا أن طريقة لعب مارس الكولر بتعتمد في المقام الأول على الخروج بالكورة من قلبين الدفاع وعلشان كده كان بيحب محمود متولي قبل الإصابة وحاليا بيعتمد على رام ربيعة بشكل أساسي علشان مميز جدا في الحتة دي فلو عايز تعود حتة الخروج بالكورة عند داري لازم تتعاقد مع مدافع محلي ومفيش قدامك غير اتنين محمد اسماعيل مدافع زد أو إياد العسقلاني من رستوف الروسي غير كده هيكون عندك مشكلة في الخروج بالكورة نقطة أخيرة داري ممكن يلعب جنب يوسف أيمن لأن يوسف أيمن مميز جدا في الخروج بالكورة وهيعوض النقص اللي عندك في الحتة دي لكن مثلا ما ينفعش يلعب جنب ياسر إبراهيم لأن الاتنين ستايل واحد واعتفقد ميزة الخروج بالكورة والتحضير النهائي ما ينفعش يلعب جنب رام ربيعة لأن نفس المشكلة واللاعب حاليا أصبح لاعبا رسميا في النادي الأهلي وهو الآن في القاهرة بيجرى الكشف التطبي والتوقيع على العقود والانضمام إلى النادي القرن النادي الأهلي مليون مبروك انضمام أشرف داري إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة بنية إشراء بشكرك يا صديقي إنك استكملت معايا الحلقة للنهاية فضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك للفيديو وباشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته